موسيقى موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين وهنا بحضراتكم ونساعد بس مباشر من برنامج خد بارك في كل حلقة بنحاول نتكلم في موضوعهم الموضوعات القانونية اللي بتهم حضراتكم إنه زي ما بنأكد إنه الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية حقيقة الأمر إنه في محور تساؤل كتير من خلال تليفوناتكم على مدار الحلقات اللي فاتت خاصة بعقود الإيجار سواء المحررة أو المكتوبة قبل 96 أو لبعد 96 ولا زال هناك بعض اللغط عند البعض سواء كان مالك أو مستاجر بخصوص الامتداد القانوني لعقد الإيجار في حالة وفاة المستاجر الأصلي ابنه مقيم خارج البلاد هل الإقامة خارج البلاد للهجرة بتختلف عن إذا كان مقيم للعمل حتى لو طال المدة موقف الورثة بالنسبة للعقود الإيجار اللي هي مخصصة ومحددة المدة نفترض مثلا عقد إيجار لمدة 6 سنين ومكتوب العقد 6 سنين المستاجر توفى في السنة الثالثة هل بيمتد ويسر عليه أحكام قانون عقد الإيجار اللي هو الأديم ولا الجديد ولا القانون وضع ضوابط هنتكلم تفصيليا عن كل ما هو يتعلق بعقود الإيجار اسمحونا بداية نرحب بسيات المستشار أرمية وليام المحامي بالنقض والدستوريال سيات المستشار عاوزين ناخد موضوع العقود الإيجار سواء خاص بالمالك أو المستاجر قانون جديد قانون قديم الأشخاص الاعتبارية لأنه لازالت هناك بعض اللغط عند بعض المشاهدين بداية دلوقتي بالنسبة لعقود الإيجار اللي هي محددة المدة أو نتكلم اللي هو قبل محددة المدة اللي هي وفقا للقانون الاستثنائي لمن يمتد عقد الإيجار؟ أولا بالنسبة لعقد الإيجار كان فيه قوانين من سنة 43 كان عقد الإيجار بيتم بالتراضي بين المالك والمستاجر محدد المدة وكان دايما يكتبوه مشاهرة على أساس أنه هو مشاه لكن كان المالك بيحب المستاجر يقعد بيطبطب عليه ويقعدوا عشان يستمع ولما يمشي يقول له أنت عاوز تمشي ليه؟ طبعا ما كانش يوافع لأنه يمشي لحد ما وصلنا حرب 62 بتاعت اليمن فالبلد بيت فيها أزمة في الإسكان نتيجة أزمة الحديد والأسمنت فبيعت عشان الدولة بسط لموضوع الأزمة ده وهتعمل فيها إيه؟ طيب المساكن ممكن المالك يطرد المستاجر في هذه الحالة وما يلاقيش سكن صدر قرار من رئيس الجمهورية بالامتداد لجميع عقود الإيجار وما تبقاش محددة المدة الامتداد لحد ما صدر قانون سنة رقم 52 لسنة 69 نص على الامتداد القانوني لعقود الإيجار وهنا سمناه قانون استثنائي بينظر لأن فيه درج ممكن يصيب المستاجرين فالدولة راحت أصدرت هذا القانون وتعاقب هذا القانون بالقانون 49 لسنة 77 ومية ستة وتلاتين لسنة 81 اللي احنا ماشيين بتسعة واربعين لسنة 77 احنا ماشيين بيه دولار حاليا لمن يمتد عقد الإيجار يا فن؟ لأنه برضو فيه لازال اللي المالك يقول لا ده المستاجر يتوفى أنا عاوز الشقة والمستاجر الأبناء المستاجر يقول لا احنا يمتد لينا فاحنا حاليا وفقا للقانون حاليا وفقا للقانون اللي موجود حاليا طبعا هو كان بيمتد لحد قربت الدرقة الثالثة صدق حقبين من محكمة الدستورية العالية قالوا الامتداد لحد قربت الدرقة الأولى مين قربت الدرقة الأولى؟ مين ده تحديدا نفهم؟ اللي هم الزوجة والأولاد والولدين يمتد لهم عقد الإيجار وهنا هو القادم لم يشترط مدة معينة للإقامة لم يشترط مدة معينة للإقامة وقال إن هو لابد أن تكون قبل الوفاة إقامة دائمة يعني ممكن مثلا قبل الوفاة بيوم مثلا؟ ما يوم ده مش هتقدك تثبتها قبل الوفاة بيوم لكن أنا دلوقتي واحد ليه ابنه مقيم في الخارج وجيه قبل ما والده يموت أو المستقر والده أو والدته بشهر وأقام معاه على وجه الاستقرار والدواء أقام هادئة مستقرة وملوش مسكن تاني ملوش مكان تاني في هذا الوضع فهنا بمدي له عقد الإيجار لم أشترط السنة السنة كانت للأقارب التانية والثالثة اللي اتحكم بعدم دستورية ما للبعض بيقول لسنة قبل الوفاة؟ لا سنة قبل الوفاة للأقارب درجة التانية والثالثة اللي هم الإخوات وأولاد العام يعني الأقارب أو الأحفاد اللي كانوا بيبقوا مقمين هي السنة هذا وفقا للقانون الحالي؟ وفقا للقانون الحالي لا ما حكم بعدم دستوريتها ما بعدم دستوريتها يعني غير قانوني فالسنة دلوقتي مش موجودة السنة مش موجودة احنا بنقول إقامة دائمة مستقرة قبل الوفاة والترك إقامة هادئة مستقرة أيوة مش محددة يعني ملهاش مدة ملهاش مدة وأن يكون هذا المكان ما راحه مغدا ولا يعول على سكن سواء بمعنى أن أنا ما عنديش غير هذا المكان اللي بأقيم فيه مش آجي أنا أبقى ابنه موجود في الخارج وجي مصر خلاص هيقيم في مصر وعنده سكن تاني ويجي يقيم مع أبوه قبل ما يموت شهر سواء عيان أو لأي ظروف أو خايف عليه أنه هو هيموت أو الوضع ياخد السكن في الحالة دي لا يمتد لها عقد الإيجار يعني شرط أساسي علشان يمتد عقد الإيجار أن تكون إقامة هادئة مستقرة وملهوش سكن تاني لا ليه سكن تاني ممكن يبقى له سكن تاني لكن احنا بنقول أن يجعل هذا المكان مراحه ومغداه ولا يعول على سكن آخر يعني هو احنا ممكن يبقى له سكن تاني الظروف يعني واحد منتجود اثنين مقيم مع أبو واحدة مقيم مع أبو واحد مقيم مفيش ما يمنع أنه هو هنا يمتد له لعقد الإيجار لأي وضع فهذا ما قدرش طبعا أقول الأمثلة قدي إيه بس كل واحد وظروفه هذا الوقت طبعا السيادة المستشار دلوقتي نفترض أنه شخص يعني إحنا بنقول كل الأمثلة علشان يعني موضوع السكن تاني يعني أنا دلوقتي جيت وأقامت مع والدي مقيم في القهرة وليه سكن تاني في أسيوت ليه سكن تاني في اسكندرية هذا لا يمنع من الامتدات ما يمنعش لا يمنع من الامتدات يعني حتى لو ليه سكن تاني لسي طالما إني قامت مستقرة مع والدي والدتي لا مقيم مستقرة وليه حق الامتداد ما هو لو ابن لو حق الامتداد أو أب أو أب يعني إيش الابن فقط لا ما احنا بنقول الامتداد للزوجة والأولاد والوالد والوالدين طيب نفترض حضيرك قلت للابن والزوجة والوالد والوالدين نقربى درجة لأولkap طيب نفترض مثلا امتد للابن أيوة وتوفى الابن وكان موجود مثلا يعني من يحق لهم الامتداد هل بعد وفاة الابن يامتد للشخص التاني ولا احنا هنا فرقنا بالحالتين والكلام ده تكلمت أنا فيه وغير يتكلم فيه والوضع احنا بنحاول نأكد المعلوم ان من امتد له عقد الإيجار قبل يوم 14-11-2002 وهو نشر الحكم بتاع المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ان الامتداد لمرة واحدة فمن امتد له عقد الإيجار سابق على هذا القضون اصبح مستأجرا اصليا زي وزي المستأجر الاصلي ده قبل الحكم قبل الحكم من امتد له عقد الإيجار يبقى هنا الحكم يبقى كل من هو الناس ربطت التاريخ ده سيادة المستشار بالحفيد فقط لا احنا هنقول موضوع الحفيد ده الحفيد ده اتحكم بعدم دستوريته قبل كده اهو الوضع هنقول ليه لكن الحفيد ممكن يمتد له الحفيد ممكن يمتد له يمتد له بشرط انه يكون المستأجر الاصلي توفى قبل 2002 لا هنقول هيمتد له ازاي برضه طيب ناخد الأستاذ السناء الاول ونرجع لموضوعنا مساء الخير أستاذ السناء مساء النور اتفضل يا فنم سؤال حضرتك مساء الخير ساعتك اه طيب عندي سؤال انا عندي دلوقتي مستأجر الاصلي اه توفى ايوا اوكي وكانت مكيمة معاها زوجته ايوا اولاده متجوزين وعيشين برا ايوا اتوفى امتى بس ساعتك توقفى من ثلاث سنين ماشي معاك اه الزوجة بعد سنة من الوفاء اه اه اتجوزت عارفي واقامت برا الشقة لمدة سنة ونص ماشي معاك وبعد ما تزوجت عارفي احنا بحدينا نطالب باستباد الشقة بشكل وجدي والتفاوض ايوا فتمعت في مبلغ كبير قوي طبعا اه مبلغ فيه جدا احنا رفضنا فهي من شهرين حولت بزواج العارفي لزواج راسي وجابت الزوج واقامت بيه في الشقة ايوا وما رجيتش لا تزهر قسيمة جواب ولا تزهر بطاقة شخصية للزوج وبيتكل وبيخرج في البيت احنا بيت عيلا كلنا مسيحيين معادة شقتين بس ورافضت تزهر اي اثبات شخصية مين الراجل ده اللي بييجي ويبات معاها واحنا عملنا رفعنا عملنا انظار لما كانت متجوزة عارفي وعملنا محاضر اثبات حالة وعملنا انظار بعدم دفع الاجراء وانظار بعدم دفع الملحقات وحاليا الوضع القانوني ممكن يكون ايه وإيه الاجراءات اللي ممكن ناخدها تاني مع العلم ان هي في خلال الشهرين دول هي جابت ناس تعدوا علينا بالضرب وبالشتايم وبالأذى وبنظام يعني اعلى مصر الكورت كبور شكرا لحضرتك أستاذ سنان ايه الموقف بالنسبة للموقف بتاع الأستاذ محامي في هذا الوضع تمام فهم حاسين ان هم مظلومين وضعهم ايذا هم الظلموا في هذا الوضع لكن انا هقول لها شوية ملحوظات فضل الزوجها او المشترج الأصل مات من ثلاث سنين تمام يعني بعد سنة 2002 امتد عقد الإيجار هنا يمتد المرأة واحدة للزوجة للزوجة طيب الزوجة ثبت المكان بعد سنة ونص وقامت في بس بعد الوفاة بعد الوفاة فاحنا بنقول الاستخدام حق وليس واجب هي لها كده نقط فهي من حقها انها تسيب المكان مغلق ماشي ووقت ما عايزة تستخدم ترجع له تاني طيب رجعت مع شخص غريب معاها هي مستضفاة هنا هو بمجرد وفاة بمجرد وفاة هينتهي عقد الإيجارة لكن طالما موجود على قيد الحياة من حقها الشقة من حقها الشقة طيب الشخص الغريب ده لو هي موجودة معاها في شيء مخالف للأداب ماشي هنا هو بنبلغ بوليس الأداب وإذا أثبت أنها هذه الشقة تدار بالمخالفة القانون الأداب هنا هو في الحالة دي لها يصدر على ست حكم وإذا صدر عليها حكم جنائي أنها استعملت الشقة بالمخالفة للأداب يبقى نقدر نطردها دي الحالة الوحيدة لطردها لكن هم لكن لو كان زوج لو زوج خلط زوج شرعي يبقى خلط وبرضه في ناحية الأداب دي لها مئة ألف رأي لأن نحن بنقول أن العشيق واحدة لها عشاء تمام لا جريمة لا جريمة فطالما مش هتقدر تاخد عليها حكم جنائي فهذا الوحيدة مش هتقدر يبقى إذا سيادة مصد شرعي يمتد لها القانون بقول لها أنها كانت واجب ترجع لمحامي بدل ما أم مقاعدين زعلانين وغضبانين والأمور لا أمام لا الأستاذ صبري ما سالي الخير أستاذ صبري أستاذ صبري تفضل أستاذ صبري معنا أستاذ صبري معنا على الهوا تفضل يا فندي طيب حاول تتصل مرة تانية بيننا ها نوقفنا عندي الأستاذ مجدي ماستاذ خير ماسال خير يا فندي تفضل أستاذ مجدي سؤالك سؤاله حضرتك أنا كنت شريك مع أبويا ومع اتنين اخوات يعني في دكان مغلق فالوالد توفى والاخ توفى ففي واحد من الورصة بتوع ابويا بيطلبنا في المحكمة بيقول انا عرضت عليهم ان شغلوا الدكان بشغلهوش وعرضت عليهم يعجروا هو لما عرض علينا ان شغلوا لو بيشتكينا في المحكمة وانا نصحب قرار لان انا معايا اورص اكثر من 13 وريس فاعمل معايا ده حضرتك دلوقتي ايه المشكلة في هذا الموضوع هل المشكلة مقامة من صاحب البيت اولا عملية المكان مؤجر ولا تمليك لا ده المحل تمليك المحل تمليك ايه صفة هذا الشخص اللي رفع عليك القضية وريس من ضمن 13 وريس في ستة ايرات في الدكات يعني ليه ربع المحل لا خلهوش ده هو وريس 13 وريس في رجع المحل 13 وريس في ربع المحل ايه طلباته طلباته عايز ريع ريع للمحل وانت مش مشغل المحل والمحل مغلق عجوة في الحالة دي انت مش مشغل المحل هو لو عايز يدير هذا المكان ادارة حسنة يرفع مش هقولك يرفع دعوة بايه ما هو يعني هقولك كلام يضرك يرفع دعوة بتعيين حارس لهذا المكان لإدارة هذا المكان طالما فيه اكتر من شريكي وبين هيجيره حضرتك ده لازم وفقة الورس ووفقة الثلاثة الثانين الشرقاء بص صعبتك الدعوة انا مش ملم بيها كاملة زي ما انت بتقول ولكن المحكمة هتقول رأيها في هذا الموضوع انت عايز تفصل للرأي اللي هتقوله المحكمة قبل ما يصدر الحكم استاذ ماجدين في اي استفسار تاني طبع علشان سيادة مستشار للرد على حضرتك لا هو ده سؤال يعني هو احد الورسة بيطلب ريع بالنسبة لمحل المؤجر ده ده بيطلب هم 13 وريس في ربع الدكات لا يا فانت وفقا للقانون هو احد الورسة حتى لو ليه مثلا جزء شوية ما هو المحل ما هو المكم الشغال هو قابله فهو ما لهوش ريعي يا استاذ ناشا لكن هو بيطالب ريع في الحالة دي يطلب تعيين واحد يدير هذا المكاجر هو الحارس هو صانع كصاحب قرار صاحب كقرار حوالي اكتر من 15 نفر 17 نفر طب حضرتك هل اتخذ اجراء قانوني ضدك رفع دعوة علي في المحكمة رفع دعوة طبيعة الدعوة ايه دي يا فانت بيقولي بيقولي القاضي في رفع الدعوة انا عرضت ان انا اشغل اشغل الدكان طب رفض عرضت عليه اجر الدكان رفض طب هو انا صاحب القرار ده انا ليه 6 ألف و6 طب الحكم الدعوة ايه الموقفها حصل ايه فيها علشان سيادة المسشار يقولي يقولي جزة والقاضي احنا طلبنا منه يقدم المستندات بالإفادة تمام تمام شكرا لحضرتك دلوقتي هو بيطالب حضرتك قلت ممكن في حالة رفض الباقي الورسة يطلب حارس حارس فضاء او تعيينه هو حارس لهذا المكان ده من حقه من حقه انه يطلب تعيينه لهذا المكان المحكمة في هذه الحالة اما انت حكم تتلاقي ان كلامه وجيه واما انت تنظر ان نصيبه في المحل قليل فهذا الموضوع وليس له الحق فرفع الدعوة يعني الامور كلها ده لسه سؤال يا فندم يعني هل دلوقتي لو انا مثلا احد الورسة ونصيبه قليل من الممكن ان يرفض طلبي بالنسبة لتعيين حارس لا هو لا يرفض هذا الطلب بالنسبة لتعيين حارس مش يعتبر لي حق القانون بس هو لازم يقول ان المكان بيدار هنا مغلق انا هدير انا طالب تعييني انا حارس لهذا المكان او ان انا اقوم بادارة هذا المكان المحكمة يتديه لو متدهوش او تعيين مواحد من الجدول حارس من الجدول لادارة هذا المكان ممكن المحكمة تقول ان المكان مش بيدر ربح فالوضع هو بيطالب بريعي يعني هو مش بيطالب تعيين حاجة هو طالب بريع فما كان لا يدر ربح فين الريع إلا أنا هدهوله فترفض الدعوة يعني شكل الدعوة ماشي في طريق الرفض ماشي في طريق الرفض بس إيه هي الدعوة وإيه مونحها وإيه حكايتها بالضبط والراجل أسنده إيه كل الكلام ده بكتوب في الدعوة أنا لا أستطيع أن أتنبأ بالحكم اللي هيصدر فيها لأن الدعوة خلطها مش تحتيين سيادة مستشاري يعني إحنا وصلنا أنه الامتداد شرط أساسي أن يكون هناك إقامة هادئة مستقرة مع المستاجر الأصل أيها طيب فيه برضو يعني حاجات كتير بتحصل أو بتتكرر أنه مثلا الإبن مسافر للعمل بالخارج والوالد توفى ده يمتد لي ولا نمتد لي هو طرم أنه الإبن كان مقيم مع أبوه قبل سفره فإحنا بنقول أن إقامته في الخارج إقامة عرضية عرضية أقامة يعني موقوتة عرضية موقوتة يمتد له طبعا عقد الإيجار ده إمتى يمتد له عقد الإيجار إذا كان أبو والده المستاجر الأصلي قبل يعني في القانون الأديم في ظل القانون الأديم يمتد له طبعا عقد الإيجار طيب لو اتكلمني يا فندم بالنسبة لعقود الإيجار اللي هي محددة المدة محددة المدة اختلفت الأراء هنا يعني في بعض بيكتب بعقد الإيجار محدد المدة لهلاك العين في الصياغة أو لوفاة أحد طرفين أيهما أحقية قانونية هل يعني أنه أكتب حتى هلاك العين أو وفاة أحد الملاك أو الكلام زي دوت صح ولا أكتب مدة معينة والمدة قد إيه هو كانت نص القانون والمحكمة محكمة النقدة قالت أنه طالما ليس له مدة محددة تبقى مدة دفع الأجر الكلام ده كان لحد فترة سنة أو سنتين صدق حقب جديد من محكمة النقد اللي هو يا فندم تاني قال هذا الحقب طالما أن أنا مش محدد مدة قلت لوفاة الوالد أو هلاك العين يبقى هنا هو أنا إردت المتعقدين اتجهت إلى أقصى مدة قانونية في القانون المدني هي كم؟ اللي هي ستين سنة طبقا لعخد تسعة وخمسين ستين هي قالت ستين أنا ده ما كنا بنكتب تسعة وخمسين هي قالت ستين سنة طبقا لعقد الحكر عقد الحكر عقد الحكر أقصى مدة لي ستين سنة فقالت يبقى هنا إرادة المتعقدين اتجهت إلى أخذ أقصى مدة لكن لو هلكت العين انفتخ عقد الإجع لكن لو الأب مات مثلا أو محدده على وقع معين يبقى بقوع الوقع لو حصلت قبلها يبقى انفتخ عقد الإجع لكن لو لم تحدث هذه الوقع لحد 60 سنة يبقى العقد هنا هو مدته 60 سنة وهذا لا يطبق إلا على العقود الخاضعة للقانون المدني أما العقود الخاضعة للقانون الاستثنائي فالقانون حدد شروط الإخلاع على سبيل الحصر ليس من بينها انتهاء المدة تمام الأستاذ فريد مساء الخير إفن مساء النور عليك تفضل إفن بسؤالك سؤالي هو خد حتة أرض الوحدي 80 متر وهو وختي حبت تشاركني فيها زودناها 20 متر دي تلاقي أنا خدت 80 متر 150 فبنينا دورين لحد الثلوث بتاعتنا يعني هي دفعت 150 وصادي اشترينا 20 متر وبنينا الدور الأرضي والدور الثاني سمعني يا أعلوك أيها إفن كمّل إفن عاك أخدت بنينا لحد الأرضي والثاني البيت أربعة تطوار دلوقتي هي بني الضرين قالت لي نبني ولما أنا ما كانش معاي نبني يعني أيها إفن فبنينا الضرين بنا الضرين هي فجاءت تشط بشقة لابنها فقالت لي أنا عايزة فلوس خدت مني الشقة الضر الثالث أيها إفن أتبع صدر دور واحد فأنا حابب على البيت الأرض منه فهي بنية الدور اللي فوق الوحدي أيها فأنا عايزة فأنا قلت لها أخدي بتاعرينا أخدي فرق المباني اللي فوق مش راضي أي حاجة مش راضي تحل معايا فيها يعني أيها فالدور اللي فوق هي عايزة تاخد الدور اللي فوق الوحدي والأرض منه أنا عايزة أعرف موطفي يعني أعملين معاها يعني طيب ثواني سيادة مصر شافي أسف صار لا هو بالنسباله دلوقتي هو المبنى شركة هو أخته شكرا أستاذ فريد شركة هو أخته حصل نزاع بالنسبة لتأسيم الشركة أو تأسيم المناب الشراكة اللي بينه الشراكة اللي بينه يرفع دعوة قدام القضاء بفرز وتجنيب بإسمة هذا المال الشائع والمحكمة هتحولها الخبير إذا كان يتأسم زي ما هو بيقول إن هو الحدود بتاعتهم شائع أو طبقات فهو غالبا هيتأسم يتأسم كل واحد هيوضح له نصيبه مفرز في هذا العقاء ده الإجراء أو يتم بالتفاوض بينهم هما بيتفاوضوا طب هما مش راديين يتفاوضوا يبقى الاتجاء للقضاء بإسمة المال يعني قسمة رضائية أو قسمة قضائية أو قسمة قضائية وإذا كان صعب التأسيم ده بي... ده بي... لا بس هو في الأسلوب بتاعه مصطعب التأسيم لأنه هما بنيين طبقات والأمور واضحة طيب فيه سؤال برضو سيادة مستشار يعني البعض يقول إنه لو دعوة الفرز والتجنيب يشترط أن تكون الأرض مسجلة هل ده حقيقي ولا ممكن... لا الكلام ده فترة من الفترات الكلام ده من عشرين سنة أو ثلاثين سنة جات المحكمة قالت إنه هو لابد أن تكون العقود مسجلة لرفع الدعوة على أساس إنه هو له صفة قانونية في رفعها رجعنا تانية جات أحكام تانية قالت لا طالما إنه في ملكية هنا فلابد تقبل الدعوة لأنه هو واضحة الملكية ومفيش منازع عليه فمفيش... مش لازم موضوع التسجيل لازم موضوع التسجيل طب سؤال تاني برضو قبل ما نطلع فاصل بيقولوا الإجراءات الفرز والتجنيب دي صعبة وحاولت تلجأ القسمة الرضائية أفضل لإن دي حبالها طويلة ومصرفاتها كتير إيه الموقف ساعدتك صحي الكلام ده؟ أي دعوة إجراءتها طويلة أي دعوة إجراءتها طويلة فصلا الحاجات المدني بقى المدني كله إجراءاته طويلة ممكن دعوة الفرز والتجنيب تترفع والخصم يحضر من أول جلسة تحالف أول جلسة فيه قضاء فرودة آخر الجلسة بيصدر حكم بأحالتها الخبير وبيبقى نصيبه إنها راحت عند خبير خلال 3-4 شهر تلقى الخبير بعطله وخلصها خلال شهر وفيه دعوة تانية بأك إجراءاتها يعني حتى بعد إجراءات الخبير خضعة لأي دعوة خضعة لكل إجراءات الدعاوي فيه دعاوي بتنتهي خلال سنة وفيه دعاوي بتاخد سنيتين وفيه دعاوي بتاخد خمس سناوات مين اللي بيتحمل بنفقاتها دي يا فندم؟ الرفع الدعوة بيتحمل بنفقاتها آه الدعوة بالنسبة للفourse والتجنيب رفع الدعوة مصروفات اللي هي التسجيل والإجراءات دي مين بتحمل ديها؟ بس سعادتك هو هو رفع الدعوة بيتحمل بنفقاتها مع هذا بعض الدعوة الحراسة إنها بتتحمل يعني إيه لما إحنا بنقول دعوة تعيين حرس أو دعوة في بعض الدعاوة بيقول أن كل الناس بتتحمل بنفقتهم الطرفين لكن بالنسبة لرفع الدعوة هو اللي يتحمل النفقة هو اللي هو مدعي اللي هو صاحب الحق والمصرفات هنا هو أكثرها مش مصرفات الدعوة أكثرها هي أتعاب المحامي لأن مصرفات الدعوة هتبقى كام يعني أنا في عقار مثلا وهتبقى مصرفاته كألف ألفين ثلاثة خمسة بعد يعني بكل الأمور فهي مصرفات مقبولة المصرفات مصرفات مقبولة في هذا الوضع مش كتيرة لأن أنا في عقار وعقارات دلوقتي أصبحت أقل أقار ب يعني ملايين مئة ألف مثلا ده اللي بقى ما فيه يعني النسبة يعني غير موجود حاليا لمئة ألف تمام سيادة مستشار إذن أنا نخرج الفاصل وبعض الفاصل نتكلم عن بالنسبة للامتداد القانوني لعقد الإيجار بالنسبة للوحدات اللي هي المحلات التجارية عزيزي المشاهدين فاصل وأنا نتواصل مع حضراتكم تم تغيير تردد قناة نيسات لمتابعة التردد الجديد اتبعوا الخطوات التالية الدخول على القائمة الرئيسية للريسيفر على أن يعمل الرسيفر بنظام الـ HD اختار تركيب أو تثبيت يجب اختيار قمر الـ Nile Set وإضافة التردد الجديد في خانة التردد وعد الباقي البيانات لتصبح كالآتي Frequency أو التردد 11257 Simple Rate أو معدل الترميز 27500 Polarization Horizontal الاستقطاب أوفوبي FEC أو معامل تصحيح الخطأ ثم سكان ليتم إضافة قناة نيسات للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-34-5 أو 012-76-22-34-6 ترجمة نانسي قنقر سيادة المستشار يعني إحنا موضوعنا اللي هو الامتداد القانون لعقد الإيجار فإحنا تكلمنا عن الامتداد الخاص بالوحدات السكنية والغرض السكنة بالنسبة للمحلات بس ناخده لأستاذ سمير ونرجع للمحلات الأستاذ سمير مساء الخير مساء النور اتفضل يا فاني ممكن أكلم سيادة المستشار معاك سيادة المستشار اتفضل يا فاني حضرتك أنا ابني عنده شقة تمريك فبنى حمام داخل قط النوم فبعد كده بعد كده حضرتك جاره رفع عليه قضية فالمهم خدنا فيها براءة اتزال الحمام مفيش أي حاجة هلو اتفضل معاك سيادة اتزال الحمام ومفيش أي حاجة فوجئ وهو بيعمل رخصة العربية السنة دي فاجأ ان فيه قضية تانية قضية تانية على نفس الموضوع وجه تقرير من الحي ان هو عمل حمام وعمل مخالف وقدره بـ 1200 جنيه يعني اتناشر ألف جنيه رفعوا عليه دعوة تانية دعوة تانية فالمهم زميله كان في شؤون قانوني قاله ده عملية سهلة وممكن نخلصها بسرعة للأسف دخل على الاستئناف مباشرة ما عندهوش خبرة لسه متخرج من كلية الحقوق فدخل على الاستئناف مرة واحدة ما قدمش أي حاجة قدم بس حكم البراءة ما قدمش أي حاجة من الحي نفيد ان هو تمت الازالة مسبقة تمت الازالة مسبقة وجي الخبير قيم انه ماتيش حمام وخد جناء عليه حكم البراءة سنة سنة 2019 أيضا جي الحكم دلوقتي بغرامة واحد في المية من قيمة الأعمال عن كل يوم حتى تاريخه يعني جينا حسبناه حوالي ربعمائة ألف جنيه أيضا رأيي سيادة المستشار بل ساعتك بالنسبة للأحكام الغيابية بيتعامل فيها حاجة اسمها المعارضة إذا كان هو عمل استئناف بدون معارضة ده خطوة أنا ما عجبش انها بتتمت داي لأنه في حاجة اسمها مندوب التنفيذ في المحكمة بيقوله الحكم الغيابي ويتعامل في معارضة يعني أستاذ سامير هو كان حكم غيابي يا فندم؟ طبعا كان حكم غيابي تمام طبعا وهو كان حكم الغيابي إنه هو واجب كان يتعامل في المعارضة عمل استئناف يبقى هنا تنزل عن المعارضة ما عملش من المعارضة عمل استئناف مباشرة يبقى اتنزل عن المعارضة اه اتنزل عن المعارضة القاضي ضرب عرض الحائط بالحكم هو دفع بحجس مع عدم جواز نظر الدعوة لصبق الفصل فيها بالحكم رقم كده اللي أصدر عن ذات الواقعة ونفس الأشخاص اللي أصدر فيها براءة عن الواقع القاضي ما أخدش بيه القاضي ما أخدش بيه في الحالة دي بنعمل بنعمل نقط ونعمل إشكال في التنفيذ ونقول إن إحنا عملنا النقط ومتمسكين بعدم جواز نظر الدعوة لصبق الفصل فيها ولكن المحكمة فهنا الحكم منظور وقف تنفيذه وفي الحالة دي بيتوقف التنفيذ تمام مستد سمير شكرا لحضراتك فان فيه أي إضافة تانية فاند لا إضافة تانية بس أنا طبعا فيه ملحوظة هنا فضل فاند ممكن تكون فت علي هل هو الحكم اللي صدر عليه بالغرامة بس والغرامة والحبس تفري يا فاند؟ ها لو الغرامة أقل من 100 ألف جنيه لا يجوز فيها حتى الطعن قدام محكمة الاستقناف مم مش النقط ماشي مش النقط ولكن بالنسبة للحبس هو ده اللي بياخد جميع المراحل وهو ممكن يكون عمل الاستقناف وهنا الغرامة تقل عن البيت ألف جنيه فالمحكمة ما قبلتش الاستقنام دي يمكن فت علي لأنه ما عربتش إذا كان حكم حبس ولا غرامة غرامة وحبس غرامة غرامة وحبس لأنه ما قالش الوضع إيه سيادة مستشار بالنسبة للوحدات المؤجرة للمحلات التجارية لمن يمتد يعني وخصوصا إحنا بنسمع إنه الامتداد مرة واحدة وشرط أن يمتهي النفس المهنة هل الكلام ده موجود ولا فيه ترجمة بنتكلم احنا بالنسبة للوحدات التجارية كان القانون قبل سنة 97 بينص على الامتداد على طول يعني الامتداد حتى قربت درجة الثالثة وانتهى عقد الإيجار بيمتد زي المساكن مرة واثنين وثلاثة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العلي محكمة الدستورية العليا قالت هنا هو أن المشرح فضل مصلحة المالك فضل مصلحة المستأجر وعن مصلحة المالكة أو المؤجر وضرب بها عرض الحقق بما معناها وهنا هو بما يهدر هذه الحقوق وأن عقد الإيجار يجب أن ينتهي بمجرد وفاة المستأجر لأن هنا العقد شخصي وإذا سمحنا بامتداد عقد الإيجار بالوضع القانون الحالي من واحد لواحد لواحد يبقى المستأجر هينتفع به ولا يترك يبرح هذا المكان إلا إذا أخذ مبالغ نقدية من المالك واتحكم بعدم الدستورية الدولة راح تأصدرت قانون تاني بهذا الوضع وقالت طيب نقول أنه لا يمتد إلا لمرة واحدة للأقارب حتى الدرجة الثانية 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 وليس الأولى زي الإيجارات الأمان فبقى العقد يمتد للأب والأم والأولاد والأحفاد ماشي الدرجة الثانية كل ما هم موجودين في الدرجة الثانية فأول مرحلة احنا قلنا القانون ده صدر سنة سبعة وتسعين كنا بنقول أن العقد يمتد المرة واحدة طيب امتد العشرة مات منهم واحد ينتهي العقد لحد ما صدر حكم إيجار الأماكن بتاع المساكن وقلنا أنه هو بيمتد للجيل كله مرة واحدة للجيل اللي امتدله ولا ينتهي إلا بإنتهاءهم يعني مثلا امتد واحد مخلف أربع أو خمس أولاد عشرة أولاد مخمين في الشقة وزوجة ومعها أب وأم امتدلهم كلهم لا ينتهي العقد إلا بوفاتهم كلهم أو تركوهم هذا البعض طيب بالنسبة للمحلات بالنسبة للمحلات فابتدت المحاكم تاخد اتحيارة بين الاثنين هتاخد مرة واحدة ينتهي بمجرد وفاة أحدهم أو الوضع التاني فهذا الوضع ما وصلناش لرأيه مستقر محكمة النقدة ما قالتش حتى تاريخه رأيه مستقرم في هذا الوضع لكن المحتات الحرفة في الأحكام بتاعت الابتداء والاستقناف بيدي لكل أجيل لحد الدرجة التانية الامتداد القانوني في هذا الوضع ولكن بيشترط أن هم يكونوا أن هم استعملوا المكان في ذات النشاط يعني يديروا هذا المكان في ذات النشاط الذي يستعمله المستأجر الأصلي ويستعمله طيب أو بزاواتهم أو عن طريق غيرهم أو عن طريق غيرهم يعني ممكن إدارة ممكن إدارة فبيتحيلوا على الواقع الواقع دي أزاي طب ما فهمش واحد بيزاول نفس النشاط فبيجيبوا واحد يأجروا له المكان ويكتبوا عقد إدارة بينهم وبينهم ويكتبوا بالإيجارة يعني هو في الأصل مستأجر منهم هو مستأجر من الباطن وإنت كمالك بقى الجدعان أن أنت تثبت هذه الوقائح كمان طب ناخد الأستاذة هويدة أستاذة هويدة مساء الخير إفن ساء الخير اتفضلي إفن سؤالي سؤالي أن بالوقت إحنا عاديين بإيجار قديم أي فن وصاحب الورثة يعني صاحب العقار مات هو ومراثه والورثة جايين من شهر ده عاديين نزودوا الإيجار هل الإيجار القديم بالوقت فيه قانون يطالب أن يزيادة الإيجار دلوقت حاضر إفن سعادتك ملكة لا ده مستأجرة نعم هي مستأجرة وورثة الملاك بيطالبوا بزيادة قيمة الإيجارية حاضرتك عقد الإيجار من سنة كم إفن؟ سنة 96 كم سنة 96 1 1 1 6 90 ولا 31 1 96 ولا شهر 2 96 ولا 3 96 أنا هتفري يا سازة هويدا أيها يعني إحنا عايزين حضرك تقولينا التاريخ بالظبط طيب نتكلم نتكلم في الحتتين يا سازة طيب شكرا لحضرتك طب حضرك قلت تلات تواريخ هو سنة ستة وتسعين صدر القانون رقم أربعة لسنة ستة وتسعين بيقول أن جميع عقود الإيجار الذي تحرر بعدها صدر يوم واحد وثلاثين واحد ستة وتسعين أن جميع عقود الإيجار التي تحرر بعد هذا التاريخ تخضع للقانون المدني يبقى هنا هو لو كتبتهم شهر تنتهي بالشهر بتاعها تمام ماشي فأحنا بنتدينا كمحيين في الفترة دينا انتحايا لنعمل كل العقود اللي جاية بعد كده ونروح كتبينها واحد واحد ستة وتسعين تمام عشان نخضعها للقانون إيجار الأماكن تمام طيب واحد واحد عملناها ستة وتسعين سبعة وتسعين ثمانية وتسعين لما جينا بعد كده فترات طويلة مضت مقدرناش نكتب العقدة بالطريقة دي نخضعها للقانون إيجار الأماكن فابتدينا في ناتبه كانت ربع فكرة التسعة وخمسين سنة فابتدينا نكتب خلاص اضطرينا أن نحن نلجأ للتسعة وخمسين سنة في هذه الإيجارات لأن الإيجارات في خلال الفترة دي كان الملك بياخد خلوه رجل بما يوازي قيمة الشقة تمليك صحيح فالتسعة وخمسين سنة بيبقى واخد قيمة الشقة تمليك قبلها عشان يحرر هذا العقد طب التاريخين التانيين بقى التاريخين التانيين لو كتبت العقد بعد واحد وتلاتين واحد ستة وتسعين ومكتوب مشاهرة يبقى هنا هتخلق فهو لازم عشان يكون سايبها هتكون كتبة العقد قبل قبل يعني خلال شهر واحد ستة وتسعين فخلال شهر واحد ستة وتسعين هي بتقول سنة وتسعين هي بالعقد هنا بيمتد طيب إذا امتد هم عايزين يدودوا الإيجار هل يجوز زيادة الإيجار؟ لا ما ينفعش زيادة الإيجار لأن القانون هنا هو قوانين استثنائية والإيجارات محددة طبقا للقانون ولا يجوز زيادتها بالتفاق أن الملك برغبة الملك لكن يجوز زيادتها بالتفاق الطرفين لو حاب إن هو يدينه اول إذا كان مدرج الزيادة في شرط من لهم لا ما ينفعش برضو طالما أخض على القانون الاستثنائي القانون الاستثنائي كان فيه حاجة اسمها اللجان تقدير الأجرة فقلنا إن الإيجار عشان المالك ما يغليش في الإيجار كان فيه أزمة إسكان يبقى الإيجار تحدده اللجان تقدير الأجرة فكانت لجان تقدير الأجرة بتحدد هذا الإيجار لحد ما تلغت هذه اللجان بعد كده هو وبطلت تشتغل على أساس أن الإيجار ما بقاش يعني السوق ما سمحش يعني كنا دمام بنجرم الخلوة الرجل تمام فاتلغع موضوع تجريم خلوة الرجل بعد صدور القانون رقم 496 فما بقاش في لجان تحديد الأجرة في هذا الوضع لكن كل القوانين دي كل العقود اللي هذا الوضع يعني احنا كنا بنشتغل في العقد حاجة واحد فلان أجر لفلان بس ماشي لكن بنشتغل أي حاجة الإيجار ممتد قانونا طبقا للقانون العين أجرتها بتحدد طبقا للقانون بلجان تحديد الأجرة الأمور كلها كانت كلها لكن بعد أربعة 96 الأمر اختلف بعد صدور القانون بعد 31 واحد 96 الأمر اختلف وبقت كل الأقود تخضع لقانون المدني العقد شريعة المتعاقين العقد شريعة اللي تفقوا عليه فهي أنه خضع القانون إيجار الأماكن هو لا يجد له أن يرفع الأجرة لا يجد المالك أن يطالب لكن لو العقد المكتوب بعد أربعة 96 خلاص ما يزود الأجرة عايزة ترد عايزة ترد آه كمان طيب الأستاذة نادية مساء الخير يا فن؟ علوم مساء الخير تفضلي سؤال حضرتك سؤال أنا عندي محل كوفير أي يا فن؟ ويجوزي التوفى أنا جاريت مدام نادية أستاذا حضرتك ممكن نوطي التلفزيون حاضر ونسمع بعض من التلفون حاضر تفضلي يا فن؟ أنا دلوقتي جوزي توفى آه شهرة نشر اللي فات وأنا عندي محل كوفير حريمي هو كان شغال فيه آه فالمالك رفع علي دعوة آه بإني أنا مش مليش الحق في المحل اللي أنا ولا أولادي ليه؟ آه قال لي لأ عشان أنتم بكونتش بتزولوا المهنة وهو عايش آه فأنا مش عارفة أعمل إيه والجلسة عندي أربعة 11 تمام طيب هو رفض ياخد القيمة الإيجارية؟ آه هو رفض ياخد القيمة الإيجارية أنا كنت بديه للمحامي بتاعه والمحامي كانش بدييني وقف كذا شغل وبعد كده روح طيب حطيتهم في المحكمة أستاذة نادية أو لأي؟ أي وحطيتهم في المحكمة كمان طيب سيادة المستشار في أي سفسار؟ لا معديش أي سفسار نحن عقد الإيجار للأماكن التجارية أو المهنية يمتد للأقارب حتى درجة تانية الذين يزاولوا ذات النشاط في العين بزاوتهم أو عن طريق آخر يعني ممكن أستاذة نادية تجيب حدي يدير المحل؟ فأنتي بتجيب حدي يدير المحل الوضع القانوني هنا سليم طالما بيزاول نفس النشاط وحطة نفس النشاط دي يعني محكمة النقدة غيرتها قالت إنه هو بيبع يعني مثلا أنا فتح فتحك أوفر حولته لمحل بآله قالت طالما ما فيش ضرر على المالك في هذا الوضع فيعتبر إنه هو نشاط لكن في وضعية الأستاذة نادية هنا نطمنها أو لا نطمنها طبعا مش هادر يتردها خزانة دي تطمني يعني بس هي في حالة واحدة اللي ممكن يتردك إن أنت تبقى غلقت المكان أفلاه فترة طويلة الحين رفع الدعوة يبقى يفترض إنك مش بيتمارس النشاط يبقى هنا هو بيفترض إن أنت مش بيتمارس لا تمارس النشاط وممكن يحكم هنا بالطار لكن هي دلوقتي في وضعها إيه فندي؟ في وضعها الحالي سواء إن هي اللي بتشتغل في المحل أو متوردة في المحل وجايبة عمال بيشتغله أو هي أعدبتها وجايبة عمال بيشتغله يبقى هنا هو لا يستطيع تردها من هذا المكان أستاذ نادية زي ما قالك سيادة مستشار الطميني بس حضرتك ما تغلقيش المحل وخلي حد يدير المحل وحضرتك بشري كإدارة يعني وإدفع القيمة الإجارية زي ما قال سيادة مستشار والقيمة الإجارية برضو عايزين نركز عليها فندم لأنه فيه خطأ لأنه مثلا لو الإيجار ميت جنيه نخلي بالنا من القيمة والمصروفات والملحقات عايزين نوضح مصروفات وملحقات ما هو المحل ملهوش ملحقات في مية و ده لو كانت موصلة للمية بالنسبة للمحلات أغلبها بيبقى مركب عدد لوحده 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 طب مش فيه أجرة مثلا بواب لا ملهاش داعوا بالبواب طب مفيش ملحقات خلص ملهاش ملحقات المحلات أغلبها ملهاش ملحقات لكن هي الزيادة السنوية فيه اللي مبني العقارات اللي مبنية بعد سنة 79 بتزيد 1% العقارات اللي مبنية قبل 79 بتزيد كل سنة 2% بس احنا نعتبر ان هو 2% فهي كل ما بتدفع كل سنة تزوده الإيجار 2% يعني تحط مثلا لو 100 جنيه تزود في القيمة الإيجارية أخر إصال موجود معاها تزود عليه 2% كل سنة تماما سيادة مصر شارك زينينا نخرج فاصل بعد فاصل نكمل موضوعنا على امتداد القانون لعقد الإيجار أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم تم تغيير تردد قناة نيساك لمتابعة التردد الجديد اتبعوا الخطوات التالية الدخول على القائمة الرئيسية للرسيفر على أن يعمل الرسيفر بنظام الـ HD اختار تركيب أو تثبيت يجب اختيار قمر وإضافة التردد الجديد في خانة التردد وعد الباقي البيانات لتصبح كالقادي Frequency أو التردد 11.257 Simple Rate أو معدل الترميز 27.500 Polarization Horizontal الاستقطاب أوفوبي FEC أو معامل تصحيح الخطأ 3 على 4 ثم سكان ليتم إضافة قناة نيساك اشتركوا في القناة سيد موسى الشارب برضو فيه أسئلة تلقاها البرنامج من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك يعني فيه سؤال بيقول مساء الخير أولا شكرا خالص على برنامجكم المفيد بنشكر حضرتك ثانيا لو سمحت تسأل الأستاذ المحامي أنا جوزي عنده بيت ورثه من أبوه على المشاع مع أخوه ووالدته وأنا ما عنديش أولاد وهو عاوز يكتب لي شقة أو نصيبه في البيت لتأميني لو حصله حاجة بعد الشر بس بدون علم أهله علشان المشاكل بحيث طول حياته تفضل الحاجة بتاعته فنعمل إيه؟ هل فيه التصرف قانوني أفهم؟ التصرف القانوني في هذا الوضع أنه هو يعمل لها عقد بيع عقد بيع ويعمل عليه صحة توقيع ويظل هذا العقد موجود ولا يظهر هذا العقد إلا في حالة وفاة الزوج وهذا العقد يبقى موجود مكتوب فيه أن هذا البيع تم وأن الزوج أبض التمن كاملا من زوجته وأن الملكية قد انتقلت لها فرق أنعقاد العقد بالشقة دي إذا كان هم موجودين فيها يبقى الملكية انتقلتها فور هذا الوضع وهو جزء مقيم معاه وليس مضافا إلى ما بعد الموت على أساس اعتبار وصي ده الحالة الوحيدة اللي ممكن يعملها تعقد مخبي غير معلن طيب برضو فيه سؤال تاني من خلال صفحة البرنامج بيقول هل تعاقد أجنبي جنسيته ألمانية على إيجار شقة بعقد إيجار لمدة سنة خصوصا لما يكون زوج مع زوجته هل التوقيع الزوج كافي ولا الزوجة توقع معاه على العقد ده أول استفسار كمان ما هي الإجراءات القانونية التي تكتب في العقد حتى نضمن عدم حدوث مشاكل فيما بعد وماذا لو تركوا الشقة وسافروا بعد انتهاء المدة وتركوا العفش في الشقة من غير ما يدفعوا الإيجار ما هو الوضع القانوني في ذلك وشكرا لحضراتكم شكرا وهنا هو اللي بيسأل هنا مالك أكيد أه ماشي المالك هنا هو أنا بأجر لزوج الواحد معاه زوجته فهي بتقيم معاه فترة الإيجارة ايضا فأنا مش لازم إنها هتوقع معاه طب الراجل اللي جارت له حاك زوجته لو استمرت امتد لها عقد الإيجار لأنه أنا ويمتد لها خلال السنة استمرت في هذا المكان تبقى هي ملزمة بدفع الأجرة طب إذا هو ماشي غادروا البلاد يبقى بمجرد مغادرته البلاد هجيب شهادة من الجوازات بالمغادرة يبقى هنا انتهاء عقد الإيجار هرفع دعوه مستعجلة قدام القادر المستعجل وقدمها له هيديني حكبة بالطرد هروح نفذها عن طريق المحضرين وبالنسبة هي بتسأل يا فنم لو فيه في الشقة مثلا عبش عبش بس تلمها على سبيل الأمانة جم خلال ثلاث سنوات استلموها مجوش خلال الثلاث سنوات أصبح ليس لهم الحق في المطالبة بشيء الأستاذ عبدالله مساء الخير يا فنم أستاذ عبدالله أه معاكم إن شاء الله اتفضل يا فنم سؤال حضرتها سؤالي أنا اشتريت شقة سؤالين سؤال الأول أنا اشتريت شقة في القاهرة يعني قديمة فعايزة عدل فيها يعني عايزة أشيل البلاط وأعمل سيراميك مثلا تمام هل فيه في ده عايزة إجراء مثلا قانوني ولا صعبة شوية حضرتك يعني عايزة تغير في السيراميك ولا عايزة تفتح تشيل حوائط ولا إيه عشان تفلح لا لا هو فيه أوضة منهم بالخشب عايزة أعملها طوب مثلا بس ده التعديل اللي هو يعني يعني هتشيل حيطة يا فندم ولا لا هتشيل حيطة عن هي اللي هي بين المطبخ والأوضة هعمل الأوضة اللي بالخشب ده أعملها مطبخ والمطبخ هعملوا أوضة تمام التعديلات الداخلية دي مسموح بيها ولا لا التعديلات الداخلية طالما لا تؤثر على قرفها مسموح بيها ولكن القانون النصي هو أن أنت وقت تأخذ تصريح في هذا الوضع لكن المعتاد أن أنت بتتمم ترخيص في هذا الوضع المعتاد أن أنت بتتمم التعديلات الداخلية طالما لا تؤثر على عقار يعني عقار موجود مبنى بالمسلح والحيطة ليست حاملة هو تملك محتاج يلجأ للمالك يعني هو الأن خلص بقت شئته ماله مالك به أنت تعتبر مالك يا أستاذ لكن أنت هكيجل أعلى عمود لا مش لازم تصريح من الحي طالما يعني زي ما قالك سيادة المستشاري أستاذ عبدالله طالما حاجة ما تأثرش على أساس الأمارة لا تدرب العقار لكن عاوز تغير سيراميك غير اعمل لأنت عاوز عاية تحط الحمام بدل المطبخ حطه عاية تشيل حيطة في الوسط جانبية صغيرة غير حاملة شيلها لكن ما تجيش مثلا تخد حيطة واخدها من أول الشقة لأخر الشقة لا تدرب أو حاجة تقرب على عمود أو كمر أو حاجة زي كنا طب السؤال الثاني حضرتك صدق أنا ليه فلوس عند واحد كان موضوع شقة يعني وداني شيكات بنكية بدون رصيد ورفحت عليه قضية وعليه حكم وتنفيذ الأحكام مش عايزين ينفذوا عليه أو يعني لم يستدل عليه وهو موجود مفاتح مكتب وكل حاجة حاضر فعايز أعرف دي إزاي يعني الطريقة اللي أوصل بها إزاي ياخد فلوسي حاضر شكرا لحضرتك أستاذ عبدال الطريقة إزاي توصل فلوسك الوضع القانوني هقوله لك تعمل إيه خطوات القانونية فن الخطوات القانونية بتنذر مأمور الاسم بتنفيذ الحكم بتقوله نفذ الحكم خلال بانذار خلال ثمانة أيام وإلا تبقى مخالف للقانون تبقى للبدى 123 من قانون العقوبات منفس خلال الثمانة أيام بترفع عليه جدحة مباشرة بتطلب بحبسه لعدم تنفيذ حكم قضائي ده الوضع طيب الناس يقولك أنا هرفع دعوة على مأمور الاسم أو رئيس المباحث ده أنا يلفقوا لتهمة وتحبس بيخافوا يعملوا هذا الإجراء لو خفت تعمل هذا الإجراء يبقى عليك أن أنت تلح عليهم لحد ما ينفذوا لك الحكم لا وهو ممكن ما يكونش اتخذ الإجراءات القانونية السليمة هو بمجرد صدور الحكم الجنائي أيو بيحصل على الحكم هل لازم يبقى صيغة تنفيذية في يده بمجرد صدور الحكم الجنائي في حاجة اسمها أجندة التنفيذ الأحكام بتكتب في أجندة التنفيذ وبعت منها صورة لرئيس المباحث علشان تنفيذها أنا ليس لي دور في هذا الوضع اللي صدر لصالح الحكم ده المحامي الواجب يأخذ الإجراء ده لا المحامي ملهوش دور بيقدم الحكم لمن؟ احنا بنعمل بص ساعدتك أنا هقولي ساعدتك بمجرد صدور الحكم يجب القبض على المتهب وحبسه طب مش ممكن يستقنف؟ ما احنا في الاستقناف يبقى استقنف يتوقف التنفيذ ماشي لكن هو دلوقتي ما استنفيذ لم يستقنف خلال عشرة أيام أو يعمل معارضة هو المعارضة خلال قدية فان نعم المعارضة خلال قدية؟ المعارضة مفتوحة بس أنا بقبض عليه لأن الحكم ينقو غيابي من حق أن أنا أقبض عليه في أي وقت يعني لو حكم غيابي من حق آه ينفذ عليه عمل معارضة بنقول له روح ما عملش معارضة يبقى قاعد في هو ليه دايما بيخاف يا فاند بيعملوا معارضة ويحضروا الجلسة؟ ما هو ثواني دلوقتي أنا بعمل معارضة يبقى قطعت مدة التقادم لأن لأني أحنا بنقول يعني أنا أول ما بقيت محامي من فترة أربعين سنة تقريبا كانت الأحكام تنفذ على طول سريعا بعد شوية ابتدت الموضوع يبقى لازم أجر وراعه مع أنه ليس دوري هو دور الجهة التنفيذية بتنفيذ الأحكام لاستقرار المجتمع أنا بقول له المأمور مش عايز ننفذ مانش عوحدة قلت له الخطوات هذا الوضع طب أنت خايف يبقى أتلح عليه بإذنك بس الأستاذ مخيين مساء خير فن شكرا يا فن اتفضل سؤال حضرتها أنا والدي كان مأجر سنة 1956 وتنيح ووالدتي المقيمة بالشهادة النهاردة عندها خمسة من سنة كمان كنا بندفع الأجار المنتظمين لغاية 2015 بناخد عاء وبعد كده 16-17-18 بنديه الأجرة ياخدها بقول لك حضر يعمل لكم الإصال الإصال جيل السنة دي رفع دعوة إخلاق الشقة لانتهاء العدد انتهاء العدد إزاي؟ على اساس كده 59 سنة وخلاص كده يبقى تسلم الشقة حضراتك مش بتقول لإيجار العد المحرر بسنة 56؟ أه 56 طب ما لفين محدد مد؟ ما فيش هو عمل إنذار كده طب وعملت وينت؟ إحنا قومنا محامي على اساس إنه هو جو في الأخبار هل دي قضية؟ ممكن إحنا طب إيه القضية وصلت لإيه فان؟ لا لسه هو لسه ما فيش جلسات تحددت طيب سيادة مستشارع تسأله حاجة فان؟ بص ساعدتك في أي صفصات من أفن؟ لا طيب شكرا أستاذ مخايل بص ساعدتك إحنا بنقول القانون الاستثنائي ليس له مدة مدة القانون القوانين الاستثنائية لم تضع شرطا الانتهاء لطرد المستقر بالمدة لم تحدد مدة للعقد العقد مستمر على طول ليست المدة من شروط الانتهاء العقل ولكن صدر حكم محكمة دستورية حكم محكمة ناقب اتنشر على النت وقال أن عقودة الإجار تنتهي بعد 60 سنة الموضوع حصل فيه لابس في هذا الواضع لأن الحكم مش واضح بعضهم قالوا أن الحكم ده يطبق على العقودة الإجارة القديمة جبنا الحكم ده إحنا وطلعنا عليه وأنا يمكن سيبت صورة للأستاذ ناشعت وقلنا هذا الحكم تخضع له الإجارات الخاضعة للقانون المدني وليست الإجارات الخاضعة للقانون الاستثنائي قولا واحدا قولا واحدا طيب فمش هيستطيع بالطرد هذا الطرد مرفوض هذه الدعوة مرفوضة اتضمن يا أستاذ مخيل ده كلام مش مظبوط طيب سيد مستشار يعني البعض يقول أنه فيه حاليا مناقشات لقانون خاص بعقود الإيجار الجديدة يعني ملامح المقترحة أو اللي حضرتك بخبرتك القانونية علشان نرضي المالك والمستاجر لكن نؤكد أنه حتى الآن لم يضر على القانون لم يناقش ولم يطرح على مجلس النواب لكن احنا بنقول لو تم مناقشة أو القانون حضرتك بتقترح إيه؟ أولا لابد في هذا الوضع أنه هو يبقى هنا المصلحة بين الطرفين بين المالك والمستاجر لا يجوز أن أجب صف المالك أو المستاجر لكن اللي حصل أن القانون اللي موجود حاليا جاء في صف المستاجر احنا بنتكلم المقترح إيه؟ ماشي المقترح المقترح أنه أنا دلوقت الظلم المالك في إيه؟ أن عقد الإيجار بالنسباله لا يضر دخل كان زمان بيأجر بخمسة جنيه والخمسة جنيه كان بتجيبه عشرين كيلو لحمة دلوقتي الخمسة جنيه يعني حضرتك بتقترح أنه إيه؟ فبقترح أنه زيادة الإيجار زيادة الأقرح بنسب ثابتة يعني مثلا نقول الشقة القطين تبقى الإيجار بتاقها ميت جنيه الشقة الثلاث قوض مية وخمسين جنيه الشقة الأربع قوض متين جنيه على أن تزاد القيمة الإيجارية بنسبة مية في المية خمسين في المية تلاتين في المية دائما المشارع عايز يقول كل سنة طب بالنسبة لامتداد عقد الإيجار بالنسبة لامتداد عقد الإيجار احنا بنقول عند وفاة المستأجر يمتد عقد الإيجار مثلا خمس سنين أو تزاد الأجرة بنسب معينة ويمتد مثلا خمس سنين على الأكثر إذا كان طب أنا أحل مشكلة الإسكان أزاي أنا عندي على معامله إحصائية قالوا عندنا عشرة مليون شقة مغلقة الناس اللي متدلوا عقد الإيجار أو المتأجر شقة أغلقها ومشي وقلنا أن الاستعمال حق وليس واجب فيبقى طلبة بيزفع الأجرة مغلقة لو أنا أصدرت قانون بالنسبة للشقة المغلقة وقلت اللي يغلق شقته بدون سبب لمدة سنة ولمدة سنة سواء صابقة على القانون أو لحققة على القانون مدة سنة من حق المؤجر أنه يقلي هنا هو هستطيع إخلاق عشرة مليون شقة ومجرد الإخلاق ده عشرة مليون هيريح الدولة وهيريح الملك لأنه مفيش مالك عنده عقار مفوش شقتين أو ثلاثة مغلقين فإنه هو هيفتدي يستفيد بيهم فيحس أن الدولة وقفت جنبه مع أنه في إجراء لا يوضر المستأجر لأنه هو مستغنى عنها لكن مستخصر عمستني ياخد مبلغ كبير من البالك عشان يسيبه تمام ده رأي يحترم وإحنا في انتظار سدور قانون أو منقشة قانون يوفق بين الاتنين ولا ييجي ناحية الملك ولا ييجي ناحية المستأجر لأن اللي بيحطه القانون بيقوله فيه مجموعة حزب تابع الملك وحزب تابع المستأجر طب الملك عايز يخلى المستأجر والمستأجر عايز يقعد على طوله وينتقى هل نتمنى أنه يكون فيه إرضاء لجميع الأطفال شكراً بيسيات المستشار أرمية وليام المحامي بالنقض والدستوري عليا أكيد شرفتنا يا فني شكرين يا فني أعزائي المشاهدين نتمنى أن نكون قدمنا لحضراتكم معلومة قانونية مفيدة بنشكر حضراتكم على وعد لقاء جديد يوم الخميس القادم بإذن الله شكراً لحضراتكم متسبوع الأخير اشتركوا في القناة